إذا بنتكلم من ناحية الفنون وما الفنون هذه لم تكتشف إلا في سن يعني نقول مبكرة قبل بداية الدراسة يعني يعني في سن تقريبا الخامسة إلى السادسة تقريبا بدت تطلع الأمور هذه تلقائيا من الأقلام المرمية يمكن من قطعة فحم يمكن من الطبشير المرمي على الأرض الكتابة على الجدران اكتشفت يعني طبعا أنا ما اكتشفت نفسي لكن اللي اكتشفه دائما اللي حولي الناس اللي يعني دار ما داري العائلة أو أبناء العمومة وكذا هم اللي اكتشفوا الحاجة هذه قبل أنا ممكن ما اكتشفها في نفسي فيعني بدايت بداية وأنا لا أعلم يمكن عن أمور الفنون بدايتي في الدراسة كانت بداية عادية جدا كأي طالب لكن اللي كان دائما يستهويني أثناء يعني حضوري داخل الفصول من الصف الأول الابتدائي كانت دائما تستهويني الأوراق البيضة سواء كانت الدفاتر العادية أو الكراسات وكذا وكنت كسول في البداية شوي طبعا وكانت دائما تستهويني الأقلام أي قلم أشوفه قدامي كأنه سحر ترجمة نانسي قنقر